الابراج وموضوع من نهاردة موضوع بيطلب مني بصراحة بقيل وشهور بس انها ما كنت بصراحة بجمع معلومات عنها عشان متحبش هتكلم عن حاجة اللي ما يكون متأكدة منها بالنسبة كبيرة وهو موضوع السحر والحسد وعلاقته بالابراج ومين هي اكتر الابراج اللي بتتعرض اكتر الحسد والسحر وليه انا هقول لكم كل الكلام دوت قبل ما ابتدي في الفيديو بليس تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة واتبعوني على ساشل ميديا بتعطي على انستجرام وعلى الفيسبوك وقناة تانية قناة هي وهو بالعربي بالانلش خلونا نتكلم النهاردة بالتفصيل عن ايه هي اهم الابراج اللي بتقع في مأزق السحر والحسد فيه ابراج دائما بتكلم عنها في القراءات تقولوكم ان هي محسودة يعني عليها عين فيه ناس بتتباحها لان فيه ابراج بتبقى ضعيفة بيبقى جسدها ضعيف ان هي بتستقبل الحسد طبعا الموضوع الليه علاقة بصراحة اكتر من موضوع الابراج ودي الحاجة اللي عايزة اعترفلكو بيه بموضوع اذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن الكريم يعني دايما ايش شخص هيقرأ اذكار الصباح والمساء اللي هي دايما لو انت عملت سرش عليها على اليوتيوب او على فيسبوك تلاقي فيه اذكار الصباح والمساء دايما الناس اللي هتواظب عليها دايما اقل تعرض من الناس التانية للسحر بقى والحسد والحاجات دي التاني حاجة قراءة سورة البقرة دي حاجة برضو مهمة جدا للوقاية من السحر ومن الحسد يعني دايما خلي عندك روتين يومي ان انتو تقرأوا صورة البقرة او صورة الدخان او صورة ياسين كمان بس اهم واحدة فيهم هي صورة البقرة لان صورة البقرة بتشيل الحسد وديهم هم او شغلوها شغلو كده صورة البقرة وسبيشل يوم الجمعة يعني خلي عندكو روتين ذكر ربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة طيب مين بقى الابراج الاكثر تعرضا للحسد والسحر عندنا هقول هما ست ابراج او سبع ابراج دولا بيبقوا بجد جسمهم بيبقى ضعيف ودايما بيبقى عندهم حسد كتير قوي في حياتهم اول برج هقوله النهاردة من الابراج دي عندنا هو برج العزراء برج العزراء دايما هتحس انه محسود او عنده عشر حسد او باور سحر لان برج العزراء من الابراج اللي دايما هتلاقيه نجحه دايما شخص ذكي دايما شخص بيوصل لو هو عايزه بسرعة فدايما الناس تقول ايه دا شايفينه الشخص ده استا يتوصل بسرعة كده استا يقدر يحاقق الى الكلام ده هو ازاكن كده فهتحس دايما الناس انظرها على برج العزراء لانه عند القدرة رهيبة على ان هو يحقق اللي هو عايزه بسهولة غير ان برج العزراء من الابراج التقائية هو دايما اللي في قلبه على لسانه وممكن يقعد يحكي ده انا بعمل ده انا بسوي ده انا مش عارفة ايه فدايما بيخلي الناس تبصروا دايما مش عنده حتة الحرص ومش بيخاف العزراء كمان فيه ابراج تحسنها بتخاف جدا وتترهب وتركز جدا بس برج العزراء دايما هتلاقوه يا محصود يا معمول له سحر ده رقم واحد وسبيشالي راجل العزراء تلاقي الستات دايما من اللي بتحبه بتعمله سحر زي يرجع لها بقى وازاي فبرج العزراء من الابراج اللي في المقدمة تاني برج عندنا من الابراج اللي دايما بتت سحر ويعمل لها حاجات كثيرة جدا هو برج مائي وهو برج الحوت برج الحوت يا جماعة دايما تحسن هو محصود ومسحور وعنده مشاكل كثيرة جدا كمان مع الحسن لان برج الحوت برج طيب جدا برج حنين اوي 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 فتحسن هو دايما مفتتح القلب تلاقي مسلا ممكن يدي حاجته الشخصان حد يسلف حاجته فدايما الناس ممكن تاخد الحاجات البرسنال دي وتعمل عليها عمل وتعمل عليها سحر وحاجات كثيرة جدا غير ان برج الحوت برضو من الابراج التلقائية واللي في قلبها للسانها فدايما ممكن تلاقيه بيعمل حاجة ولكن شفت ده انا عملت وده انا سويت وتلاقيه بستة بتحكي عن جوزها وجوزها بيهننها ويستتها وفتلاقيها دايما بتتحسن او رجل الخد معملهم سحر معملهم محسودين عندهم اعمال عندهم حاجات من حاجات دي لانه برضو برج السرطان من الابراج اللي نجمها خفيف يعني دايما تحسن هم بتعرضوا وهم كمان من الابراج اللي بتكلم عن نفسها كتير ابراج بتحكي كتير بتسترسل في الكلام عن نفسها كتير هم مش تلقائيين مش بيخبوا مش حارسين يعني هم بتكلموش كتير بس هم يعني ما بيخبوا بش بيخبوا بس انت بس لقتهم حاجة فيه ابراج كده حويسة تسألهم تبتمل ايه في حياتك او او معرفش طب بتا ايه اهم اهتماماتك مش عارف كده بس برج السرطان من الابراج اللي بتتعرض جدا كتير جدا جدا اصحابها للسحر والاعمال طيب بعد كده هندخل على البراج اللي بعد كده هو برج هيدخل على كده بعد كده على برج من الابراج النارية وهو برج القوس برج القوس برضو من الابراج اللي بتحسن دايما لان هو برج القوس شوي كده بيحب يباين اه وبيتعرك اه بيباين بيباين يعني مش بيخبي تحسن ان كل حاجة عنده باينة وزهرة لناس كلها وده بيخليه برضو من الابراج من اكثر الابراج اللي بتتعرض كتير جدا للسحر والحسد لان هو شخص صريح شخص اللي في قلبه على لسانه شخص ترقائي اه مبيخبيش حاجة مبيحبش اصلا ان هو يعني هو شخص ترقائي جدا جدا مبيحبش خبي حاجة مبيحبش يعني دايما تحسن انه في قلبه على لسانه اه هو صريح قوي قوي اه تلقائي جدا جدا وهو اكتر برج الابراج اللي بحسن ان هي بتتحسن وبتتأثر جدا جدا بالعين وبتتأثر جدا جدا بالاعمال والحاجات دي وهو برج الدلو برج الدلو دايما هتحسن اصحابه نجموم خفيف جدا هما بيشأموا اصلا هما عندهم تشأموا عندهم مشكلة بس دايما هتلاقوا برج الدلو بيتحسده بيتعمله مع علام مال بيقوله يعني حاجات كتير جدا فيه بنت بتقولي اسمها قولي اسمي شيرين الجمل طيب اه فبرج الدلو دايما من الابراج اللي هتحسه وسبيشال لرجالة الدلو وستات الدلو كمان يعني لأ دلو عمتن من الابراج اللي سهل جدا هو يعني العين بتصيبه بسهولة جدا جدا معنا فكرة فدلوقتي يعني احنا قلنا دلوقتي الابراج اللي يقولهم بالترتيب اه مش بترتيب اه زي ما قلت بس هو اكتر واحد فيه من برج الدلو فقلا رقم واحد عندنا هيبقى برج العزراء برج الحوت برج السرطان برج القوس برج الدلو ماشي دولت من اكتر الابراج اللي بتتعرض للحسد وبتتعرض للعين والحاجات دي دول طب فايف يعني يجي بعديهم هنحط برجين بس بعديهم برج العرب لأ هتكتبلي برج العرب برج العرب برج قوي لأ ما بيتأثر شي برج الجوزاء برضو لأ مش بتأثر برج الميزان برضو بقوة آآ تانكيو طيب اخر برج هقوله هو برج الطور برج الطور برضو من الابراج اللي بتتأثر جدا بالعين وبالحسد برج الطور من الابراج اللي هو دايما تحسنهم محسودين لان هو برج زكي جدا طباق جدا بيعرف يوصل لو هو عايزه فدايما بيبقى برج قوي هو برج قوي وطموح وكل حاجة بس هو بتأثر جدا 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 بالعين اكتر كمان من السحر يعني ممكن يتحسد اكتر ما يتعملوا سحر آآ فهو ده بيكمل المجموع طيب ازاي جماعة انتطقي شر الحسد والعين والحاجات دي اقولوك تاب واحدة بس او دوت تاب اول حاجة ذكر الله يعني دايما مش حاجة آآ بصراحة امي ربنا يا خير علمت هولنا وكتخطهولنا على باب الشقة ممكن كلكم دلوقتي حالا توقفوا بجد الفيديو وتروحوا تجيبوا حاجة تكتبوا فيها الدعاء ده بصدعاء بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على كل شيء اعطانه ربي الله اكبر الله اكبر الله اكبر اعوف بالله مما اخاف واخضر الله ربي اشرك بي شيئا عز جارك جلت نائك وتقدست اسمائك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الشاء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانه ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله مما أخاف وأخضر الله ربي لأشرب لي شيء عدا جارك وجل فنائك وتقدست أسمائك بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأنهم هم خارجين من البيت يقرأوا كله والله أحد لأن كله والله أحد بتمنع الفقر وتمنع رندا هاتي بس بصورة مش عبطة في الشاحن هيا فقلوه والله احد من الصور المهمة جدا جدا ان انت تقراها وانت خارج من البيت اا وداما تقول لما تيجي تاكل حاجة وتيجي تجرب حاجة سمي الله يعني ممكن يكون حد عملك حاجة اا يعني هي الاعمال بقى والحاجات دي يعني سمي الله يعني قول بسم الله الذي لا يضره مع اسمين شائن في الارض ولا في السماء يعني دايما نسمي لان انت لما بتسمي بتحقوش اي حاجة شار لما تيجي تقعد في مكان حاول ان انت مطرح حد بلاش تقعد مطرح حد على طول او مكان حد على طول يعني استنى شوية لان انت لما بتقعد مكان حد على طول مكان لسه سخنة بتاخد منطقته اا حاولوا دايما انتوا ما تيجي تعودوا رسول عليه الصلاة والسلام بيقولك قبل ما تنام لازم يعني تنفض الفراش بتاعك ثلاث مرات وتقرأ قلوا والله واحد ثلاث مرات قلوا اعوذ برب الناس ثلاث مرات قلوا اعوذ برب الفلق ثلاث مرات وتقول بسم الله الذي لا يضره مع اسمين شائن في الارض ولا في السماء والسماء العليم ماشي بعدين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يوح يوميت وهو على كل شيء قدير دي تتقال عشر مرات صبح وعشر مرات بالليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يوح يوميت وهو على كل شيء قدير الدعاء ده بيحوش الحسد وبيحوش السحر وبيحوش الأعمال ركزوا جدا في النقط دي قبل ما تشرب أي حاجة لازم تدعي دعاء إن ربنا يحوش عنك اللي هو اللي أنا قلته ده اكتبوا الأدعاء دي وفتكروها مهمة جدا جدا صدقوني ده حرز حرز بيمنع عنك الحسد والأعمال بشكركم يا رب الفيديو بكون عجبكو بحبوكو جدا 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 شكرا على كل الدعم بتاعك وكل الحب شكرا أنتم بتابعوني رغم كل المصاعب اللي بتحصل في القلاة والإزعاج والمشاكل الكتير اللي بتحصل أتمنى إن شاء الله أنا أكون سبب في فايدة ليكو إن شاء الله بإذن الله وأسفل إذا كنتم بزعل أبراج مني لما باجي أقول الحقيقة بس أنا بحاول أكون شخص بجد تلقائي يعني وبقول الحقيقة مهما كانت فمش عايزي حد يزعل مني بجد بجد ده أقولي عشان الفترة دي صعبة جدا عندي وشكرا بتمنى لكم السعادة أحد عن سؤال يا جماعة يكتبوا لي تحته وأنا هرد عليه أممكن أخلي بابايا رد عليكم لإن بابايا شطر جدا في الموضوع دوت بليز تابعوني على قناة هي هو بالعربي بالإنجلس وكمان يا جماعة يعني دايما أقروا أذكار الصباح والمساء مهمة جدا جدا متوكلوا على ربنا إن اللي بيتوكل على ربنا فهو حزبه شكرا مع السلامة أميلوا لايك واشتركوا في القناة وتابعوني على السوش الميديا باي